اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا كيس مكارونة كان روجينا كان عامل 31 جنيه 31 جنيه 400 جرام في روجينا في مصرية في الضحى في المطبخ كان عامل 14 جنيه في انواع تاني برضو كتير جدا من المكارونة في ده الملكة كان برضو الكيلو كان عامل 26 و 45 قرش متخيلين يا جامعة الاسعار 26 جنيه 45 قرش الملكة برضو الكيلو تمام اما 400 جرام بيكون اقل من كده في برضو 9 ونص انا كنت عايزة شعرية لقيت شعرية اسمها نوحة اسمه مصرية برضو كان 350 جرام كان عامل تسعة تمانين يعني 10 جنيه متخيلين كيس شعرية يعني مش عارف ده بقى كيس الملكة بس ده 400 جرام كان عامل 10 وربع دلوقتي كيس المكارونة بقى 10 وربع ده الملكة انا طبعا بجيب الملكة متعودة عليه فيه بقى المطبخ برضو اسعاره متقربة جميع انواع المكارونات موجودة في نوع تاني برضو كان اسمه ميلانو كان عامل 13 جنيه وتسعين قرش يعني 14 جنيه ده برضو 400 جرام فيه الاسباكاتي برضو كان روجينا كان عامل 12 جنيه ونص 12 ونص وربعمية جرام زي ما قلتلكو الضحى كان عامل 14 جنيه اعلى انواع في المكارونات كانت الضحى متخيلين بان البقاليات كلها غلية يعني انا مش عارفة اقول ايه عدس اصفر عامل 37 ونص 37 ونص يعني ده كيس اللوبيا كان عامل 39 جنيه 38 وخمسين يعني 39 جنيه وكان حجمه 500 جرام يعني نص كيلو ب38 جنيه سواء بقى اللوبيا الفصولية البيضة جميع البقاليات العتس ب38 جنيه يا جماعة يعني مش عارفة ده بقى كان الرز ده رز اسمه السفرة تمام برضو كان عامل 18 جنيه خدت واحد في جميع انواع برضو الرز البسمتي بيبدأ معاك من ستين بالنسبة بقى للسكر كان فيه نوع ب 17 ونص اسمه بهية وكان فيه نوع ب 18 اسمه درهم ده اسمه درهم كان عامل 18 جنيه الكيلو كيس كيلو وفيه نوع تاني بهية كان عامل 17 ونص ايه الاسعار دي؟ ربنا يعنى بصراحة رب جد ربنا يعنى حطيلي لايك واشترك في القناة متنسيش تفعل الجرس برضو كنت محتاجة صلصة يلا نشوف برضو عروض الصلصة انا دايما بحتاج هاينس جبتها ب 14 جنيه فيه انواع تاني برضو ب 30 و 31 بس انا جبت هاينس ب 28 بالنسبة للكبرشينو انا بحب الكبرشينو ده جدا اللي هو بونجورني وفانيليا كان الكيس الواحد عامل 83 يعني اربعة جنيه جميع بقى فيه بقى اللي هو بتلاتة جنيه بره بيبقى بتلاتة ونص جميع القهوة فيه قهوة تابعوة عاملة 78 يعني مش هارف اقول ايه فيه القهوة جميع القفهات برضو ده فيه شاي الربع كيلو اللي هو الشاي كان عامل 40 جنيه شاي اسمه شاي الوردة وشاي لبتون برضو نفس السعر باربعة وستين قرش يعني بواحد واربعين جنيه فيه بقى اللي هي بتبقى باكتات برضو اللي هي الفتلة ده كان عامل 14 جنيه وسبعين قرش اهو باربعتاشر جنيه ده كان لبتون جميع العروض شغالة مش عارفة فيه عروض كتير جدا شغالة بس الاسعار مش مش حلوة خالص فيه بقى باكتات الينسون متخيلين باكتات الينسون صغيرة جدا عامل 14 ونص النعناع قهوة التليو جميع المشروبات ازاست الخل دي كانت عاملها 11 جنيه انا كنت بجيبها بتمانية وبتسعة دلوقتي باكت عاملها 11 جنيه اسمها ريحانة 11 جنيه يعني مش عارفة يعني مش عارفة نشوف برضو مع بعض اسعار الجبن واسعار الحاجة بالنسبة للتحينة كان فيه تحينة البوادي كان متين وخمسين جرام كتعملها ستة وعشرين متين وخمسين جرام وفيه اللي هي الاكبر شوية كتعملها مية خمسة وعشرين جرام وفيه اللي هي الاكبر شوية كتعملها حاجة وثلاثين يعني مش عارفة اقول ايه بالنسبة للسمنة السمنة عمدة بنبدأ من متين واحنا طلعين سواء فرن بصوا الجبنة المتزرلة عليها عرض ب 62 جنيه كيس حوالي 250 أو 300 جرام يعني كيس صغير جدا ب 62 جنيه اللي هو الكيس الصغير كان نازل عليها عرض اللي هي الدومتي طبعا كنت عايزة جيب جبنة لقيت برضو بصوا السمنة دي السمنة دي معروفة قوي مشهورة كتعملها 305 يعني مش عارفة اقول ايه بصراحة الاسعار فضيع ده الجبنة دي برضو كانت علب الجبنة اللي هي الكريمي دي كانت عملة 40 جنيه علبة جبنة كانت عملة 40 جنيه بس انا طبعا مش بجيب الجبنة دي انا بجيب الجبنة اللي هي الدومتي جبت هي الدومتي كانت عملة 14 جنيه 14 ونص يعني هي كانت بتمانية بعد كده عشرة بعد كده بقت باربعة عشر بالنسبة للكباتشينو ده انا زي ما قلت لكم انا بحبه جدا جبتي منه اربعة جميع اسعار النسكة فيه برضو الكيس الواحد كانت عملة 3 جنيه بره بصراحة كان بتلاتة ونص والقهوة وجميع قهوة ابوعوف قهوة بتاعت الابوعوف برضو كانت عملة حاجة وخمسين كياس القهوة جميع المشروبات فيه الشاي اللي هو الربع سواء شاي الوردة او شاي ليبتون كان عامل 40 جنيه 40 جنيه وستين قرش يعني واحد واربعين جنيه اللي هو الربع بقى باربعين جنيه فيه اللي هي الباكتات اللي هي الفتلة فيه ده كان عامل 14 جنيه وسبعين قرش اللي هو الليبتون فيه برضو جميع المشروبات النعناع الينسون كانت عملة 14 جنيه 95 يعني 15 جنيه شايفين الباكتة الزغيرة دي 15 جنيه بالنسبة للمعجون سيجنال ده جبته ب24 جنيه جبته واحد اللي هو بالاورونفل ده بحبه قوي كان ب24 جنيه كنا بنجيبه ب18 اه هنا بقى جميع عدوات النظافة موجود عايز اوريكو كمان الكولوريس اللي انا بقولكو عليه في كولوريتينات اهو ده كان عامل 7 جنيه بس دي الاساس الصغيرة طبعا في الازاز الكبيرة كل المنظفات موجودة وكان عليها برضو عروض الدوني والمنظفات ودوني الغسيل يعني مش عارفة اقول ايه حطيلي لايك واشتركي في القناة لا اصعار في زيادة اه ده كان كرفور فرع تورا بعد المعصرة ده حاجات ليه بتاعة الازاز المهم من الفيديو خلص حطيلي لايك واشتركي في القناة والاسف بالنسبة للناس الزيت الزيت ما كانش متاح اللي تسألني على الزيت الجولة خلصت شكرا جدا لكم شكرا جدا